موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم والبداية بالعنوين موسيقى تسجيل أولى حالة الإصابة بفيروس كورونا في مأرب والمهرة وشبوه وأبيان موسيقى مقتل وجرح عدد من عناصر مليشي الحوثي بجبهة الفاخر غرب محافظة الضالع موسيقى مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشي الحوثي بجبهة قانية بمحافظة البيضاء موسيقى موسيقى وفي أخبارنا المحليات تتابعون أيضا موسيقى 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 الهيئة العامة لحماية البيئة بعدا تدشن الحملة الوطنية للتوعية لمجابهة كورونا موسيقى 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 أهلا بكم إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية برغية عزاء ومواساة إلى أهل وأسرة وذوي وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور فهمي محمد منصور الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وأشار فخامة الرئيس في برقيته إلى مكانة وكفاءة ونزاهة الدكتور فهمي منصور من خلال عمله في الجهاز المركزي وتطوير وتحديث آلياته وفعاليته وعبر رئيس الجمهورية عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويه الصبر والسلوان وزملائه في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقيات عزاء ومواساة إلى أهل وأسر وذوي ومحبي كل من مدير عام مكتب وزارة الاتصالات بعدن المهندس عبد الرحمن عمر كتبي ومدير عام النظم والمعلومات بالهيئة العامة للبريد المهندس علي العيدروس كما بعث فخامة الرئيس برقية عزاء عامة لأبناء وأهالي وأسر المتوفين بالحميات في العاصمة المؤقتة عدن معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم مبتهلا للمولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو للإطمئنان على أحوال المواطنين خلال شهر رمضان المبارك واستمع نائب الرئيس خلال الاتصال إلى المستقدات المختلفة وسير أداء المؤسسات والمكاتب التنفيذية هو الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستقد وشهد نائب الرئيس بالجهود المبذولة في المحافظة وتكاتف أبنائها بما فيه خدمة واستغرار ورخاء المحافظة منوها إلى اهتمام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وتقديره للدور المحوري للمحافظة وتلاحم واستفاف أبنائها ومن جانبه قدم محافظ المحافظة تقريرا موجزا عن الأوضاف في المحافظة والإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمان صحة وسلامة المواطنين ودر أي مخاطر صحية معبرا عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية أجرى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني تصالا هاتفيا بالمستشار في الديوان الملكي السعودي المشرف العام لمركز الملك سلمان للأعمال الغاثية والإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ودع البركاني مركز الملك سلمان إلى تكثيف تدخله لإنقاذ الوضع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن والتي تعددت فيها الجوائح والأوبئة والحميات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا وشحت الإمكانيات التي يعاني منها الغطاع الصحي في اليمن بشكل عام وعبر عن تقدير مجلس النواب لتدخلات المركز في اليمن والذي كان له الدور البارز في تنفيذ عديد من المشاريع الإغاثية والتخفيف من وطاة المعاناة التي يمر بها شعب اليمني والتي تسببت بها مليشي الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران ومن جانبه أكد الدكتور الربيعة أن المركز سيعمل على مضاعفة جهوده وتدخلاته في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية في اليمن وخصوصا فيما يتعلق بإنقاذ الوضع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وسيعطي أولوية عاجلة لمشاريع الاستجابة الطارئة وتسخير الإمكانيات المفتاحة للتخفيف من معاناة سكان محافظة عدن وفي سياق آخر كلف رئيس مجلس النواب كل من رئيس لجنة الصحة والسكان في المجلس دكتور نجيف غانم ومقرر لجنة دكتور سمير خيري رضا وعضو لجنة دكتور محمد تابت العسلي كلفهم بمتابعة تطورات الأوضاع الصحية في عدن وبقية المحافظات وتزويد المجلس بكافة البيانات والمعلومات والمقترحات لما من شأنه القيام بالواجبات المطلوبة والتنسيق مع الحكومة وفزارة الصحة والمنظمات الدولية وكافة الجهاز ذات العلاقة لتخفيف المعاناة عن أبناء اليمن وإنقاذ الوضع الصحي ووضع الحلول والمعالجات العاجلة بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيد برقية عزاء ومواساة في وفاة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دكتور فهمي محمد منصور الذي وافاه الأجل واتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء المهني والعمل المتميز في خدمة وطنه ومجتمعه وعرب رئيس الوزراء عن بالق الحزن وعميق الأسى وعظيم المواساة برحيل هذا الشخصية الوطنية المتميزة والذي أفنى حياته مدافعا صلبا عن المنظومة الوطنية للنزاهة من خلال دوره الفاعل في مكافحة الفساد وسعيه الدؤوب إلى ترتيخ أسس الإدارة الرشيدة منوها بخصال وصفات الفقيد الراحل الإنسانية والاجتماعية وما تميز به من دماثة أخلاق وحسن التعامل مع الجميع وضف لقد فقدت برحيل الدكتور فهمي محمد منصور أخا عزيزا عرفته عن قرب وخابرت فيه التفاني والإخلاص والكفاءة في عمله وتأدية مهامه بحرص مسؤول على الوطن ومصالحه العليا كما خسر الوطن برحيله أحد رجاله وكوادره المتميزين الذين تركوا بصماتهم في العمل الرغبي وقبر رئيش الوزراء عن عميق حزنه وعظيم مواساته في هذا المصاب العليم داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأصدقائه وزملائه وجميع محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون استعرض رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى مجلس الأمن مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة والمواقف الأممية والدولية الدعمة للحكومة الشرعية والجهود المبذولة لإحلال السلام من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا وتطرق اللغاء إلى الإجماع الأممي والدولي الرافض للإعلان الإنقلابي لما سمي الإدارة الذاتية للجنوب وما ترتب على ذلك من تغويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والجهود الدعمة لتنفيذ اتفاق الرياض ومناقشة الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة جائحة كورونا واستمرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية في عدم تعاطي الجاد والمسؤول مع الهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية استجابة للدعوات الأممية وتناول اللغاء الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة والدور المعول على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وشركاء اليمن في إنجاح المؤتمر وتقديم الإسناد الإنساني والدعم اللازم للشعب اليمني بما يتوازى مع التحديات المركبة والمضاعفة التي أفلزتها التداعيات الأخيرة وحاط رئيس الوزراء سفر الدول الدائمة العضوية بصورة شاملة عن الأوضاع في ضوء التطورات الأخيرة مجددا التأكيد على أن المفتاح الحقيقي والوحيد لإحلال السلام في اليمن هو استعادة الدولة ومؤسساتها تحت مضلة الشرعية وأنها تمرد الميليشيا المسلحة تحت أي غطاء إن كانت وشيرا إلى استيابة الحكومة وتحالف دعم الشرعية للدعوات الأممية والدولية وأعلان الهدنة من طرف واحد لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا والتعنت الذي تبديه ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتصعيدها العسكري وتصعيدها العسكري المستمر في مختلف الجبهات إضافة إلى الخطر الذي يمثله انتشار الوباء في مناطقها والتكتم عليه وعرقلة جهود الحكومة والمنظمات الدولية في احتوائه وجدد الدكتور معين عبد الملك التأكيد على أن الحكومة وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية كانت وستظل حريصة على إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وأهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على ميليشيا الحوثي وداعمها في العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين لافتا إلى منعها المستمر على مرأة ومسمع من المجتمع الدولي وصول فريق الصيانات تابع للأمم المتحدة إلى خزان صافر النفط الذي يهدد بحدوث كارثة بيئية كبرى ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم وتطرغ رئيس الوزراء إلى تداعيات الأحداث بعد إعلان المجلس الانتقالي ما أسماه الإدارة الذاتية للجنوب في خطوة انقلابية تقوض اتفاق الرياض وجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذه والكارثة التي توجهها مدينة عدن قراء انتشار وباء كورونا والحميات الأخرى مع خطورة تعطيل عمل مؤسسات الدولة ونهب الموارد العامة وتحويلها لحسابات خاصة لافتا إلى أن الحكومات تواجه تحديات وعراقين لأداء دورها والقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين في عدن التي أعلنتها مدينة موبوءة قراء تعطيل عمل مؤسسات الدولة وهو ما ينذر بكارثة وخيمة لا يمكن تفاديها إذا ما استمر الوضع على هذا الحال فيروس كورونا وانهيار البنى التحتية وأكد أن الإصرار على رفض الدعوات الدولية للتراجع عن ما يسمى إعلان الإدارة الذاتية والتصعيد المستمر يحتم على الدولة اتخاذ إقراءات رادعة وجدد الدكتور معين عبد الملك التزام الحكومة الكامل بتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل والذي استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن إصلاحات ضرورية تضمن توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحتلوائها مشيرا لأن الجيش الوطني والتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوة المسلحة سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وحماية مصالح المواطنين وأمنهم مشددا على ضرورة تراجع المجلس الانتقالي عن تمرده والتصعيد المرفوض والعودة لتنفيذ استحقاقات اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة دون انتقاء أو اجتزاء وأضاف إن تصرف الحكومة بحكمة وعقلانية لا يعني الضعف ولكن ينطلق من الحرص على مصلحة المواطنين والالتفات لمعاناتهم وليس إضافة المزيد من المعاناة كما يسعى لذلك المغامرون والعابتون وفي نفس الوقت لا يمكن السماح بالانتقاص من دول مؤسسات الدولة أو انتزاع صلاحياتها تحت أي ضرف وستتعامل بحزم ولن تتهاون مع ذلك وثمن رئيس الوزراء الدورة الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتوى تداعيات التصعيد الأخير للمجلس الانتقالي والموقف الدولي المساند والقوي في هذا الجانب مشيدا بدعوة المملكة لعقد مؤتمر المانحي لليمن 2020 والذي يعد التزاما قويا على وقوفها مع الشعب اليمني في مختلف الظروف والأحوال وقال نأمل أن ينعقد المؤتمر وقد عادت الأمور إلى مسارها الصحيح ونعول كثيرا على شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في الإسهام الفاعل بإنقاح المؤتمر وإنقاذ العمليات الإنسانية المهددة بالتوقف في اليمن وبدورهم عبر سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن تقديرهم الكبير لدولة رئيس الوزراء على إحاطتهم بصورة شاملة عن الوضع في اليمن على ضوء التطورات الأخيرة بما يساعدهم على تقديم الدعم والإسناد اللازم للحكومة وذلك للقيام بواجباتها ومهامها مؤكدين دعم بلدانهم لجهود المبعوث الأممي لاستئناف مسار الحل السياسي وإعلان تخالف دعم الشرائف في اليمن استمرار وقف إطلاق النار وضرورة تفاعل الحوثيين بشكل إيجابي مع هذه الجهود منوهين في ذات الوقت بالتعاطي الإيجابي للحكومة في دعم خطة المبعوث الأممي وجدد السفراء التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج الأمثل الذي يراعي مصالح الجميع وهمية تراجع المجلس الانتقالي عن الخطوات الأحادية التي اتخذها مشيرين إلى دعم بلدانهم لجهود الحكومة للتعامل مع الوضع الإنساني ومساعيها للحد من تفشي وباء كورونا قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن التصعيد المتواصل من طرف ما يسمى بالمجلس الانتقالي وصولا لإعلان الإدارة الذاتية انقلاب مكتمل الأركان على الدولة واتفاق الرياض والقرارات الدولية ذات الصلة بالعزمة اليمنية وأوضح لوكالة الأنباء اليمني سبا أن الحكومة قدمت التنازلات تلو الأخرى للمجلس الانتقالي وصولا لتوقيع اتفاق الرياض وتعاطط بمسؤولية وحرص مع الاتفاق بهدف تقنيب العاصمة المؤقتة عدن وأهلها أي مواجهات وحقنا للدماء وإنجاح جهود الأشقاء في السعودية لرعب الصدع وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشي الحفظ المدعومة من إيران وأشار الرياني إلى أن الانتقالي تعاطى مع هذه التنازلات باستخفاف واعتبرها مؤشر ضعف ومضى دون اكتراث بتعقيدات المشهد السياسي والعسكري والإنساني في تنفيذ خطوات أحادية الجانب لم تبدأ بإعلان حالة الطوارئ في مدينة عدن وما أسمي بالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية ونهب إيراداتها وتصعيد الأوضاع في محافظة سقطرة ولفت الرياني الرياض لأن يحول دون التزامها بأداء مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في حماية أمن واستقرار اليمن وسلامة ووحدة أراضيه والتصدي للمشاريع الانقلابية والفوضوية التي تحاول تمزق البلد وعادته عقودا للوراء وتكريس السيطرة الإيرانية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة ترجمة نانسي قنقر أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا خلال الصهات الأخيرة وقالت اللجنة أنه تم تسجيل خمس حالات جديدة مؤكدة بينها حالة وفاة وأعلنت اللجنة عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في محافظة مارب كما تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة في العاصمة المواقعة في عدن بينها حالة وفاة وأكد تسجيل حالة إصابة مؤكدة في محافظة لاحق بينها حالة وفاة هذا وكانت اللجنة وقد سبق وأعلنت يوم أمس عن تسجيل أول إصابة مؤكدة في محافظة المهرة وكذا تسجيل أول إصابة مؤكدة في محافظة عبيان كما أعلنت أيضا عن وفاة أول إصابة مؤكدة في محافظة شبوة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في بلادنا منذ العاشر من إبريل الباضي إلى سبعين حالة إصابة مؤكدين بينها 12 حالات وفاة فيما تعافت حالة واحدة حتى الآن كانت في محافظة حظر موت هذا وأوضحت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا أن تقاريرها لا تشمل الحالات المصابة في مناطق سيطرة المليشي الحوثية الانقلابية بسبب عدم القدرة على التحقق من الأرقام الفعلية للإصابات أوردت تحالف العربي في بيان أن له إجمال اختراقات المليشي الحوثية لوقف إطلاق النار للـ 24 ساعة الماضية بلغت 69 اختراقا وقال التحالف العربي أن اختراقات المليشي الحوثية لوقف إطلاق النار منذ إعلانه حتى اللحظة بلغت 321 اختراقا وأضف أن الإختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ الباليستية وذكر التحالف نطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاجتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات وأكد استمرار الالتزام التحالف بوقت في إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن لقي اثنان من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم وأصيب آخر بنيران القوات المشتركة في جبهة الفاخر غرب محافظة الضالة وذكرت المصادر العسكرية بأن قوات الجيش في جبهة الفاخر استهدفت ثلاثة عناصر من ميليشيا الحوثي في وادي ثوب ما أسفر عن مقتل اثنين منهم فيما وصيب الثالث بقروح بلغة يأتي ذلك بعد أيام من عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة خاصة بالجيش في ذات الجبهة خلفت قتل وقرحة في صفوف الميليشيا الإنقلابية أفادت مصادر ميدانية عن مقتل وقرحة العشرات من ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة البيضاء وأوضحت المصادر أن مواجهات دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بعد هجمات شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقع الجيش الوطني وأضافت أن قوات الجيش الوطني أفشلت هجمات الحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد العسكري وعشرات القتلى والجرحة نفذت ميليشيا الحوثي الإنقلابية محاولة تسلل واسع صوب مدينة حيس مركز المديرية من جهة قرية الحلة والحمينية جنوب غرب الحديدة وسرعان منكسرت على يد القوات المشتركة حيث لقيا عدد من عناصر الميليشيا مصرعهم وجرح آخرون وأجبر البقية على الفرار وجاءت المحاولة البائسة للميليشيا صوب حيس عقب ساعتين من سحق محاولات مماثلة لبقية جيوبها صوب منطقة الجبلية بمديرية التحيطة ولفتت المصادر إلى أن تعزيزات وتحركات لعناصر الميليشيا كانت مرسودة منذ وصولها من جهة مدينة زبيد وتمركزها في مناطق نائية شرق الجبلية دشنت مقاومة ريمة مطارح أبناء المحافظة وإشهار الهيئة الشعبية للدعم وإسناد الجيش الوطني لمواجهة الميليشيا الإنقلابية وتحرير تراب الوطن واستعادة مؤسسات الدولة مزيدا من التفاصيل في تغرير مراسلنا محمد سالم القداسي دشنت مقاومة ريمة وسلطة المحلية هنا في محافظة مارب الهيئة الشعبية والمطارح لأبناء المحافظة لإسناد الجيش الوطني وتقديم الدعم والإسناد للأبطال الميامين في جبهات القتال لمواجهة الميليشيات الإنقلابية أكدت كلمات على أهمية ودور أبناء محافظة ريمة في جميع المراحل النظالية لتقديم أغلى التضحيات في سبيل تحرير الوطن وبناء اليمل التحدي الجديدة أكد الجميع على أهمية ودور أبناء الوطن الأحرار في إقامة المطارح والهيئة الشعبية المسندة للجيش الوطني خاصة في هذه المرحلة الإسنادية الهيئة الشعبية ومطارح أبناء محافظة ريمة تمثل رافدا حقيقيا لجبهات القتال والأبطال الميامين الذين يدودون على الوطن لتحرير ترابه الغالية واستعادة مؤسسات الدولة لقناة عدن الفضائية محمد القدسي محافظة مارب أبناء ريمة أخبارنا المحلية مشاهد الكرام تتابعونها بعد هذا الفصل أهلا بكم دشن محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عدية والمرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع الداخلية لمدينة عتق بتكلفة 453 ألف دولار وخلال التجين نوها محافظ شبوة بأهمية هذا المشروع مشيدا بنظام تشغيلها بأحدث نظم الإنارة الموفرة للطاقة أو الموفرة للطاقة معكدا مواصلة العمل في أعمال التحسين لما تبقى من شوارع المدينة ورصفها وإنارتها فيما أوضح مدير الشركة المنفذة للمشروع هادي قباش أن المشروع يتضمن تركيب 171 عمود بالشوارع والحديقة المركزية إضافة إلى صيانة 99 عمود إنارة وتأسيس وتركيب منظومة كابلات وأسلاك ومحولات كهربائية جديدة ومتكاملة بعد تعرضها لعمليتناه بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية في العام 2015 وزع مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية 2140 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين في مدريتي عتق وبيحان وخلال التحسين أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروغ بالضعب الكبير لمركز الملك سلمان الذي يساهم في تخفيف معاناة المستفيدين ناقش وكيل محافظة شبوه الدكتور عبدالقوي لمروغ مع قيادة المؤسسة العامة للمياه وصرف الصحي بمدينة عتق محافظة شبوه عددا من القضايا المتعلقة بعملي ونشاط المؤسسة واستمع الوكيل لمروغ إلى شرح مفصل من قبل المدير عام المؤسسة عبدالله الخليف حول الجهود التي تبذل حاليا لتجاوز المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل ونشاط المؤسسة وعملية استمرار ضخ المياه للمواطنين من حقول المياه في كل من السبيكة والشبكة والعوشة ووجه لمروغ قيادة المؤسسة بمضاعفة الجهود التي من شأنها انتظام ضخ المياه من الحقول الثلاثة للمواطنين بالصورة المنشودة مشددا على ضرورة الزام موظفي المؤسسة العاملين في حقول ضخ المياه بالقيام بمهامهم وواجباتهم العملية على أكمل وجه مؤكدا دعم ومساعدة قيادة المحافظة لجهود قيادة المؤسسة في هذا الشال تمكينها من القيام بدورها الخدمي دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة الحملة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وأوضح رئيس اللجنة الصالح مسعد شداد أن اللجنة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورونا وأشار أن الحملة ستعتمد على فلاشات مرئية وصوتية ومنصقات ومطويات تحتوي على دليل عام عن مخاطر الفيروس داعيا المواطنين إلى التعاون والتفاعل مع الحملة لما من شأنه مجابهة الفيروس الذي ينتشر بشكل كبير تهت النشرة مشاهد الكرام عودة للتذكير بأبرز العنوين تسجيل أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في مأرب والمهرة هو شبوه ومحافظة أبيان مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشي الحوثي بجبهة الفاخر غرب محافظة الضالع ومقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشي الحوثي الإنقلابية بجبهة قانية بمحافظة البيضاء مشاهد الكرام وصلنا نحن إياكم إلى أخطام نشراتنا الإخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن إياكم في نشرات إخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بألف خير وسلامة إلى اللقاء اشتركوا في القناة